على حين غفلة استهدفت إسرائيل فجر اليوم قيادياً عسكرياً بارزاً في حركة الجهاد الإسلامي أدت إلى وفاته وزوجته وإصابة آخرين جريمة موجعة آلمت المقاومة الفلسطينية التي أكدت على ضرورة الرد على هذه العملية الخطيرة هذه الجريمة التي تمثلت باغتيال القائد بها أبو العطى هي عدوان جديد على شعبنا الفلسطيني أمام هذا العدوان المقاومة الفلسطينية وحركة جهاد الإسلامي سترد وبقوة على هذا العدوان وبما أن هذا العدو استهدف أغلى ما نملك كمقاومة فلسطينية فهو سيدفع أيضاً أغلى ما يملك من دماء ومن أمن مستوطني العودة إلى سياسة الإغتيال للقيادات الفلسطينية وخاصة العسكرية اعتبرته الفصائل الفلسطينية تطوراً خطيراً في الصراع مع إسرائيل مؤكدة على استمرارها في المقاومة حتى دحر إسرائيل من فوق أراضيهم نذهب نحو الشهادة ونحن مؤمنين بهتمية النصر وزوال هذا الكيان لذلك كل هذه العمليات لن تثنين عن مواصلة الداب بل ستكون هي المعول والمدخل باتجاه أن السماء في نضاننا وكفاحنا وعطائنا حتى زوال هذا الكيان المصنع وأمام هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتي تنتهك فيها كافة القوانين الدولية يرى الفلسطينيون أنه بات مطلوباً توفير حماية دولية ووقف عمليات الإغتيال هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير سوف يفجر الأوضاع على كل المستويات وبالتالي مطلوب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه لازرم هذا العدوان والزام حكومة اليمين الإسرائيلي بالرئاسة نتنياهو على تنفيذ كل التفاهمات بما فيها فك الحصار وكسر هذا الحصار الظالم الذي استمر على مدار 12 عام استئناف سياسة الإغتيالات من جديد في قطاع غزة تعني اندلاع مواجهة جديدة قد تكون موجع لكافة الأطراف إن لم يتم احتواء الموقف قبل التصعيد في ظل الاتصالات التي تجرى لوقفها عودة إسرائيل إلى سياسة الإغتيالات التي تستهدف القاتل الفلسطينيين تنظر بمواجهة عسكرية قادمة وسط مطالبات للمجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين عامر القرية هناك اليوم في قطاع غزة